اشتركوا في القناة قطايف رمضان الجزء الاول رمضان قطايف ارابيك بانكيك مقادير عجينة القطايف قطايف دو قوب طحين اسمر غير مبيض ملعقة طاولة مسحوق الخبيز ملعقة طاولة ينسون مطحون ملعقة شاي هيل مطحون ملعقة طاولة سكر غير مبيض ملعقة طاولة سميد نعم كوب وربع ماء دافئ الطريقة نضيف جميع المكونات لخلاط كهربائي ونخلط لمدة دقيقة أو اثنتين نتأكد أن جميع المكونات اختلطت جيداً نسخن المقلال الكهربائي الخاصة مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوي ما يعادل 400 فهرنهايت نستطيع استخدام مقلة لا يلتسق نستطيع استخدام مقلة لا يلتسق تنشيف لتغطية القطايف للحفاظ عليها طرية بعد خمس دقائق على الأكثر نصب العجينة على شكل أقراس ونخبزها على وجه واحد نرفع أقراس القطايف حين تتكون الثقوب على وجه العجينة وتجف تماماً نقوم بصب نوعين من القطايف الكبيرة والصغيرة قطايف عصافيري هذه الأخيرة تشبه البانكيك كثيراً هناك دو نوع القطايف على قطايف رغيراً وريد المطبخ وضع القطايف على عورق أو منادي للمطبخ حتى تبرد place the cutaif pancakes on a smooth surface paper towel until they cool the mini cutaif are very similar to pancakes cutaif عصافيري means sparrows pancakes نملأ فم العصافير بالقشطة أو كريمة اللبن الحلوة ونكللها بالفستق الحلبي المطحون فلهم ونسويتن كريمة قشطة أو سور كريمة ثم دبهم في جرام كما يمكننا أن نرى في الصور تقدم مع العسل أو شراب شجرية القيقب سورف ذي مودهاني أو مابل سيروب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر